السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بين ايدينا شيكاية تقدمت بها فتاة تقول بأنها لا تعود ولا تستطيع مواصلة قراءة القرآن وأنها تشعر بالانقباض وأنها صارت تفقد إيمانها تدريجيا هذه الفتاة تقول إني أتألم ما الذي أصبني هذه الشكاية طويلة أختصرها بأن هذه الشباب في العشرين من عمرها تقول بأنها تلتزم بالدين والله تعالى أكرمها بقلب خاشع منذ الطفولة ترارعت في أسرة محافظة كانت تقرأ القرآن العظيم وانضمت إلى إحدى الجمعيات التربوية وهناك درست علوم التجويد والتلاوة وصارت بارعة في القراءة وكانت تحضر في مجالس بعض النسوة تقرأ على مسامعهن فتحظى بالإعجاب تقول الكل يحظى بالإعجاب لصوتي وأيضا لصورتي فهي جميلة صورة وحسنت الصوت ومرت سنوات وهي في مرح وسرور وإعجاب لكن في الأوقات الأخيرة بدأت تشعر بحالة غريبة تابها تقول بأنها كلما أردت أن تقرأ القرآن تشعر بثقل وعجز في لسانها حتى إنها لا تكاد تنطق بالآيات وتشعر أحيانا بنوع من الأفكار والخواطر الغريبة تتهجم عليها تقول بأنها حينما تتأمل في آيات البعث والنشور والحشر وما أعده الله تعالى للكافرين والمشركين والمنافقين من عذب جهنم تقول أشعر وكأن هذا سيكون مصيري وكأن هذا سأبعث معهم وتقول تنتابني أحيانا أخرى شبهات وشكوك حول أحكام الدين ومفاهيم الإسلام حتى صار إيماني يتدبدب وقلبي يتألم إنني أشعر بالضياء وتضيف هذه الفتاة في شكايتها أنها لما أخبرت بعض صديقاتها في محيطها بدأنا يسخرنا منها ويتحدث عنها بسوء كيف تشعرين بضيق الإيمان كيف تنتابك شبهات حول الإسلام قالت بأن غضبها صار شديد وتبحث عن شماعة تعلق عليها هذه الحالة فلم تجد إلا أمها صارت تصرخ في وجه أمها لأنها سبب في تربيتها لم تربيها تربي حسنة لم توجهها لم تعطيها القوة وبالمقابل تنظر إلى والدها بغضب وتقول كأنه سجان يفرض علينا كل شيء والدها متدين هو الذي أخذها إلى عالم الدين والقرآن تقول كأنه سجان لست أدري ما الذي يحقع علي ومدع ساني أن أفعل هذا باختصار شديد مضمون الشكاية التي تقدمت بها هذه الفتاة ونحاول جميعا أن نجيب عنها ونتعاون في فك رموزها أولا أقول لهذه الفتاة بأن هذه الحالة النفسية التي تنتابك هي عادية جدا تنتاب غالبا بعض الشباب والشابات من أهل الصلاح ومن أهل الفلاح وهم في طور نجي إيمانهم عادي جدا أن الإنسان في المراهقة الفكرية وأيضا في لما يدخل إلى العشرينات من عمره قد تراوده أفكار سلبية وقد تتهجم عليه شبهات حول الدين والقرآن والشريعة هذه الحالة لا تقع للشباب والشبات العاديين لهم عاديين كتلقاهم دائما كل همهم وفكرهم في اللباس وفي الموضة وآخر تسريحة شعر وآخر صيحة في كده وكده العاديين من الشباب والشابات همهم كله حول اللباس وحول الجسد وحول الأصدقاء والصديقات والمواعدة وغير ذلك لكن الذين عندهم صراع مع الأفكار والمفاهيم هذه لا تقع إلا للموهوبين من الشباب والشابات لا تقع إلا للنجباء لا تقع إلا للأذكياء والدليل على ذلك هو أن الكثير من علماء الأمة الإسلامية عبر التاريخ حكوا أنهم قبل أن يصيروا علماء ونجباء وموهوبين كبار مروا في حياتهم بالكثير من هذه الحالة النفسية نذكر مثلا على سبيل المثال الإمام أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين الكل يعلم بأن هذا الرجل أيضا لما كان في شبابه صار أستاذا مبرزا ولقي حضوة كبيرة عند الصلاطين والحكام ودخل إلى قلبه الغرور وكان يتقن الهدال وكان يتقن النقد الأدل حتى وضع ما يسمى بتخافة الفلاسفة ولكنه بعد ذلك بدأ يشعر بالقلق ويشعر بالشبهات ويشعر بالكثير من اللغط فاعتزل الناس عشر سنوات ترك أمواله وترك كرسيه العلمي الكبير في إحدى الجامعات العراقية مقرب من السلطان والأمير وذهب يلبس لباسا عادين يبحث عن الحقيقة حتى أكرمه الله تعالى بالفتحات وأندى كتب كتابه الشهير المسمى بإحياء علوم الدين من يقرأ كتاب إحياء علوم الدين يرى بأن صاحبه كان قد فتح الضه عليه ولكن في المقدمة يرى أنه كان يعاني من شكوك ويعاني من صراعات هذه علامة على النباهة وعلى الدكاء في عصرنا هذا نجد مثلا الشيخ الأزهري المعاصر محمد الغزالي أيضا وهو كان توفي في التسعينيات من هذا القرن وشيخ الغزالي أيضا هو من أكبر علماء الأمة وعنده جائزة حصل عليها القلم الدهبي لأنه عنده أكثر من خمسين كتاب في قضايا مختلفة في الفكر والدين والفلسفة هذا الرجل أيضا لما كان شابا يحكي أنه دخل إلى عالم الشبهات يحكي أنه لما كان طالب في الأزهر يقول لماذا أنا مسلم ربما لأنني ولدت في بلد مسلم ووالداي مسلمان وأجدادي مسلمين فإن كنت لا قدر الله ولدت في الهند سأكون هندوسيا أو بوديا وإن ولدت في الصين كنت سأكون كونفوشوسيا أو ملحدا شيوعيا وإن ولدت في إسرائيل كنت سأكون يهوديا وإن ولدت في بلد أوروبية سأكون مسيحيا وإن ولدت في الاتحاد السوفيتي سأكون ملحدا وهكذا القضية مرتبطة بالجغرافيا ومرتبطة بالمنطقة الإقليمية فبدأ يشك في كل شيء وبعد ذلك دخل في عالم العزلة والفكر ومن ثم كتب كتابه المعروف عن الحقائق الدينية أنا أفكر إذن أنا موجود ومن ثم بدأ يبني إيمانه على اليقين وصار عالما كبيرا كبيرا وغير ذلك حتى ليس فقط العلماء اللي هم في الشريعة حتى العلماء اللي هم في الطب وفي الهندسة وفي الرياضيات وغيرهم نذكر مثلا العلامة الطبيب الجراح مصطفى محمود الذي كان ملحدا دخل إلى الإلحاد لأنه كان الطبيب شراح يبحث عن الروح وبعد مدة طويلة من البحث أصبه عقم في التفكير ففقد عقله ودخل إلى مستشفى الأمراض العقلية لمدة سنتين وبعد أن خرج منها خرج عالما كبيرا وكان عنده برنامج في الثمانينات والسبعينات كان يغمر العالم في مشارقه ومغاربه اسمه العلم والإيمان وأسلم على يديه الكثير من العلماء اللي هم في أوروبا وأمريكا هو صار من الأثرياء ذاك البرنامج سيره ثريا ولكنه لم يحفظ بأي مال بنى به مسجدا وبنى به مستشفى وبنى به مكتبات ولم يأخذ أي فلس لأن هذا هو دعوة إلى الله تعالى وقص على ذلك عدد كبير من الشخصيات فأقول لهذه الفتاة بأن هذه الأفكار السلبية وهذه الشبهات التي تقع للشباب في مقدمة العمر علامة على أنهم أذكياء ونجباء وموهوبين لأن الإنسان تبدأ عليه علامات من علامات القوة وعلامات التفتح والقدرة على التفكير وأريد أن أقول بأن الشبهات لما تكون في الدين هي أمر طبيعي يقع للكثير من الناس هناك الشبهات اللي هي تشكيك يمس أصول الدين أو يمس فروعه هناك من حتى في الفروع يقول لماذا ربنا فاضل من الذكر والأنت وقال للذكر مثل حض الأنت ولماذا فاضل فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى فروع الدين كثير من الناس حتى مسلمين يقع لهم هذا الأمر وكل هذا الشبهة هي تخدش تخدش العقيدة القرآن الكريم يحفل بشواهد كثيرة في علم الشبهات ويحكي القرآن الكريم أن المشركين أول من بدأ بهذا الأمر ماذا قالوا؟ قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هؤلاء سماهم الملحدين هناك طائفة من الناس كانوا في العهود القديمة وحتى في عصرنا هذا فئة لا تؤمن بثاة بالبعث ولا بالنشور وإنما تقول نحن قبل الحياة كنا في عالم العدم ثم جئنا نعيش وبعد أن نموت ندخل في عالم العدم كما قال جون فور سارتر مثلا عقل فرنسا الكبير في الفلسفة الوجودية وقديما سيبقى هذا الأمر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إنها شبهة إنكار البعث والنشور والقرآن العظيم يحكي لنا عن المشركين العرب الذين أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة وقالوا بأنه هو الذي ألف القرآن مع أن النبي الكريم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وكان يرعى الغنم كما قال تعالى أم يقولون افتراه يعني أنه هو الذي ألفه كذبا وكذلك يحكي القرآن عن النصارى مثلا النصارى كانوا يدعون عقيدة التتليت وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وتكلم عن اليهود لما ادعوا بأن العزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله شبهات وحتى في الفروع لما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المجتمع المسلم كان يجمع الزكوات ويعيد توزيعها على الفقراء وكان بعض بعض من كان في قلبه شئن الإيمان كان ربما تدخل إليه شبهة لماذا النبي الكريم لما يقسم الصدقات يعطي هذا كثير ويعطي هذا قليل ويعطي لهذا الأقل فطعنوا في ذلك فقال تعالى ومنهم من يلزم من يلمزك في الصدقات يلمزك في الصدقات لا يحترم أصول العدل وكان النبي الكريم عندهم بقياس آخر يعطي لمن أراد أن المؤلفة قلوبهم أما من أصحاب الإيمان كان لا يعطي حتى أن بعض الأنصار أنهم اعترضوا قالوا يا محمد نحن نصرناك ونحن آويناك وأنت تعطي الآخرين أكثر منا فالنبي الكريم قال لهم ألم يجدكم الله تعالى ضلالا فهداكم بي ألم يجدكم متفرقين فوحدكم بي ألم يجدكم أذي الله فأعزكم الله بي فبدأوا يبكوا الناس ومن ثم اشترط عليهم أن لا يطالبوا بحقوقهم وإنما يؤد واجبتهم الأنصار وقال ربنا سيبارك لكم فيه هذا مشكلة عادي ممكن أي إنسان يقع له شبهة من الشبهات وهذه الشبهات هي نوع من الفتن وهناك من تهجم عليه الشبهة هناك من تهجم عليه على قلبه وعلى عقله وهناك من يبحث عنها هناك من يبحث هذا الذي هو في السوء لأن الذي تهجم عليه خواطر ذهنية وساوس أما من يبحث عنها ويحاول أن ينشرها بين الناس لخلق الفتنة ما أكثرهم يحكي القرآن العظيم عنه فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله هناك طوائف عبر التاريخ متخصصين في جمع الشبهات ونشرها بين الناس ليطيروا الفتن وهذا أمر طبيعي وخطورة هذه الشبهات الخبيثة أنها تبقى بالناس الضعفاء حتى يصيروا جاهدين والعياد بالله فالواجب على كل إنسان إذا سمع هذه الشبهات أنه لا ينتبه إليها وليوطد الإيمان بالله تعالى وليحسن الضم بالله عز وجل كما قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والممنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الإنسان دائما يقول هذا كل إفك مبين ويبقى دائما مع العلماء والفقهاء الذين يفضضون الشبهات إلى علم الله لأن حتى العلماء قد تقع لهم شبهات ولكن هؤلاء العلماء عندهم منهج أنهم إذا جاءتهم شبه يقول أنا لم أفهمها ولم يرتقي عقلي بعد الاستيعابها فأنا أفوض الأمر إلى الله هكذا العلماء يقولون إذا اعترضت طريقهم شبهة كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فهذه الفتاة ربما عندها شبهة من الشبهات نقول يا بنيتي لا تقلقي ولا تحزني أمر طبيعي في فترة الشباب أن تنتبك مثل هذه الأفكار وهي خواطر وقد تكون وساوس وندفعها ندفعها بماذا؟ ندفعها بذكر الله والإكثار من الاستغفار والاسترجاع إن لله وإن إليه راجعون هذا عن موضوع الشبهة الموضوع الثاني وهو أن هذه الفتاة ربما أنها تقول بأن حسنة الصوت وجميلة الصورة وتقرأ في المحافل هذا مشكل أخر وهو أن الناس اللي عندهم صورة حسنة وصوت جميل وحضور قوي يحضرون في المحافل وفي الملتقيات ويصعدون إلى المنصة والأنوار والإضاءات حولهم والكاميرات والإعجاب هذا قد يصب بالعين هذا معروف معظم الفنانين ومعظم حتى أهل القرآن حتى المقرئين كم من مقرئ فقد صوته كم من مقرئ أصابته أصابته شدائد ومحا كبير في الحياة كم من واحد وقتلهم وعد ردات والسبب هو العين لأن الإنسان الذي يصعد إلى المنصة وينظر إليه الناس قد يكون ناس ربما في قلبهم خير يقول تبارك الله ما شاء الله وقد يكون هناك منهم من في قلبهم مرض وينظر إليه بنظرة السوء فيصاب بالعين ولهذا يقال ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير وهذا أمر طبيعي نجد بعد الفتيات المتخصصات في الإنشاد الإنشاد الديني مثلاً أو في تلوة القرآن وما أكثرهن نجدهن في على مواقع التواصل الاجتماعي فعلاً في العشرين من عمرهن تجد بأن عندهن صورة جميلة جداً وصوت جميل جداً وحضور ملفت يعني أخاف عليهن لأنهن قد يصبن بالعين وربما هذه الفتاة هدى ما أصبها ربما أوصبت بالعين فماذا عليك أن تفعلي أنك إقرأي على نفسك آيات الرقية الشرعية إقرأي على نفسك آيات الرقية الشرعية لأن كل ذي نعمة محسود وعلى الإنسان أن لا يظهر كل ما عنده إنسان عليه أن يشهد في إخفاء النعم نرى الكثير من المشهورين والمغمورين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كيبقوا يصوروا نفسهم كيصوروا الفيلا ديالو فيها الحضائق الغناء الخدب الحشم كيصور النعيم اللي يعيش فيه قد يكون فنان قد يكون طبيب قد يكون رجل أعمال قد يكون وبعد مدة نسمع بأنه قد أصابه مكروه والسبب هو العين والعياد بالله فالإنسان إذا أعطاه الله النعم لا يفتخر بها ويصورها ويقولها بين الناس وإنما عليه أن يستعمل فطعة الله ويخفي ما لا بد أن يخفيه لأن النعم سواء الدينية أو الدنيوية لا تذكرها إلا لمن كان في قلبه إيمان أما من كان في قلب حسد فقد يحسدك على دنياك وعلى دينك وعلى الإنسان بنية أن يشغل بما ينفعه لأن أحيانا الفراغ يولد كطرة التفكير والقلق لأن اللي كي يكتلقى عنده المرضي للوسوس وعنده المرضي للأفكار المترطمة تفهم بأن عنده دائرة الفراغ متسعة علينا أن نغلق دوائر الفراغ كلما كان وقتك مشغول وكان عندك ازدحام في الأنشطة لا تصاب بهذه الوسوس وتصاب بهذه الأفكار التي تحبطك املأ فراغك ونوع الاهتمام إنسان حتى لما يكون عنده اهتمام واحد عنده اهتمامات متعددات عنده اهتمام ذي العلم والثقافة عنده اهتمام ذي الرياضة وربما اهتمام ذي الفن اهتمام ذي التجارة اهتمام العلاقات العامة نوع اهتماماتك باش يبقى دائما ما عندكش فراغ نهائيا ثم المسألة الاساسية وهي ان الانسان عليه ان لا يلتفت الى كلام الناس لان اللي كيدخل للعالم ديال الشهرة والعالم ديال المعرفة على مواقع التواصل الانترنت كيكترولي القيل والقال بعضهم يمدحوه والبعض الاخر ينتقضوه واذا كنت ضعيفا نفسي قد تتأثر لهذا لا تلتفت الى كلام الناس كلام الناس ما عنده اساس ان تتق بنفسك همك وعلاقتك مع الخالق ربنا هو الذي يعلم حقيقة املك ولا يهمك كلام الناس ولن تستطيع ان ترضي كل الناس ثم نقول لهذه الفتاة انها تقول بان كانت تغضب هذا الغضب ايضا لما الانسان كيوقع عليه شدائد يغضب لفرط الحساسية فالانسان ما تكونش عنده حساسية لا بد ان يتخلص منها يكون صدره كبير كيف قلوب الدريشة فوقه تواسعة ما تخليش عندك الغضب لان الغضوب هذاك معروف بان دائرة ديالنفسية ديالو ضيقة دغيك يغضب اما اللي هي واسعة فكيبقى دائما بحل النخلة عالي المقام واللي هو يا غضوب كتلقى بحل بركة ديال المياه الاسنة دائما كتح في اسفل خلك عالي المقام ثم الانسان لا يظن السوء بالناس لان البعض قد يتوغم بان الناس يتحدثون عنه هذا اصحاب الوسواس واصحاب الافكار اللي هي مظلمة عنده غير اوهام ومن من الاوهام انه يظن بان الناس يتكلمون عنه بالسوء ويتكلمون عنه بالنقد وهذا كيولد في الانسان الاحباط واليأس والغضب وغير ذلك فالانسان لا يلتفت الى كلام الناس ولا يهتم بكل هذا وانما يهتم بنفسه وعلاقاته مع خالقه كنبغي نقل واحد فكرة اخرى لهذه الفتاة لي احيانا الشباب والشابات ماللي كيوقع عليهم فتور او احباط كيقلب على شماعة يعلق عليها احباطه شكل كيبالي الحلقة الضعيفة امه كيمشي عند الام تقول انتي اللي ولدتيني وانتي اللي ربتين تربيه معوجهة وانتي للسباب وانتي انا يما كن معطيتش حريتي وانا صغير وانا كنت كتقى معيني وانا حقوقي دائما كتلقى كتلقى الام دائما هي الشماعة مش حال دبديل الشباب والشابات كنعرفهم عداد كيهدبوا مواتهم عذابا اليما امهاتهن كتقول يا ربي ماش دلت في حياتي تولدت هاد البنت او هاد الولد كيهدبني بالليل وبالنهار وغالبا ما كيقدرس على الاب لان الاب كيكون قوي الاب كيكون الشديد ربما خطك يقع في بعض الوالدين ديك شدة زائدة تولد عوامل اللي هي مخالفة فكنا بغي نقول هؤلاء الشباب الوالدين راهم دائما ان كدر واحد الاسلوب اللي حسب اجتهادهم والامتل في التربية فان اصابوا لهم اجران واذا اخطأوا لهم اجر واحد ومن حقوق الوالدين هو البر بهما وحسن التعامل معهما ولو اغضبوك وخي غضبك الوالد وخي يكون سببا في احباطك يعني الوالدين عندهم وحد مقام عظيم مقام رفيع ربنا سبحانه وتعالى قال فيهما وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبرة احدهما اوكلهما فلا تقل لهم افم ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفد لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا الوالدين عندهم مقام عظيم لهذا احذري يا بنيتي من عقوقهم احذري من انك تبقى تنتقضي الام ديالك لانها ضعيفة وهي السبب في هاتش اللي وقع لك احذري انك تنتقضي الاب ديالك تقولي هو عنيف هو سجان حرمنا من الحقوق ديالنا العقوق ديال الوالدين مفتاح الشرور الكثيرة والعكس البر ديالهم مفتاح الخيرات الكثيرة غير بر بوالديك وغتشوف كيف ان الله تعالى غد يعطيك من الخير ما تستحق وما لا تستحق يعطيك الله تعالى الخيرات والفتوحات فهذه ربما رد بسيط لهذا الشكاية للفتاة وربما انتم ايوا الاحب الكرام لكم اراء حول هذا الموضوع وربما عندكم ابناء وبنات شباب وشابات يعانون مثل هذه المعاناة او قريبا منها لكم الكلمة لكم ان تطرحوا علينا مثل هذه المشاكل ومن كان عنده علم او فتح رباني فلا يوسع علينا بعلمه ولا يبخل حتى نستفيد جميعا من ذلك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله